مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلساته أمس على مواد الإصدار بمشروع القانون تصل اليوم الدفعة الثالثة من لقاح جونسون ان جونسون بواقع مليون وثمانين وخمسين الف جرعة وذلك ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد أن الشحنة التي سيتم استقبالها من اللقاح سيتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج باللقاحات وكذا استكمال عملية تطعيم المواطنين تتواصل فعليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه لليوم الثاني على التوالي والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان المياه والسكان والتغيرات العالمية التحديات والفرص ويستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري كان الرئيس السيسي قد أشار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أمس إلى أن الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي مؤكدا تطلعه للتوصل في أقرب وقت إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانونا في هذا الشعب تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية فعليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برياسة المخرج هشام عطوة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالمصرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية يشارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الذي تنطلق فعلياته اليوم من العاصمة السعودية الرياض تأتي مشاركة الأمين العام في إطار الاهتمام الكبير الذي تبديه الجامعة بالقضايا المتعلقة بحماية البيئة ومجابهة التغير المناخي خاصة في ضوء التأثيرات المتزايدة لهذه الموضوعات على المجتمعات العربية من المقرر أن يشارك الأمين العام بكلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة يعرض خلالها الموقف العربي من قضايا التغير المناخي يبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا اليوم جولة أوروبية في إطار حجد الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين من المقرر أن تشمل جولة رئيس الوزراء ثلاث دول حيث من المقرر أن يشارك بمؤتمر المانحين في بروكسل ومؤتمر المناخ العالمي في مدينة جالاكسو السكنتلندية ببريطانيا رياضيا تفتتح اليوم أولى جولات الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز حيث يلتقي في الثالث عصرا فريق طلاع الجيش مع منافسي البنك الأهلي على ستاد بيترو سبورت وفي الخامسة ونصف مساء يواجه فريق سموحة منافسه للتحاد السكندري فيما يلتقي فريق فاركو وفيوتشر أفسي في الثامنة مساء نهاية الموجز عودة لهند أجاب اشتركوا في القناة